من خلال مساهمتها المتميزة في تجهيز مركز تصفية الدم بالعيون تجدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها التام تجاه الأشخاص الذين يعانون من مرض القصور الكلوي على مستوى إقليم العيون وتندرج هذه البنية التحتية الطبية في إطار الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تقريب الخدمات الصحية لفائدة المواطنين ودعم قطاع الصحة وتخفيض تكاليف العلاج بالنسبة للمرض المعوزين بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادفه 7 أبريم كل سنة تمت اليوم زيارة مركز تصفية الدم التابع للجمعية المغربية للدعم الطبي بالعيون الذي يقدم خدمات لفئة مرض القصور الكلوي خدمات بمواصفات جيدة والتي سهلت تكلفة التصفية لهذه الفئة المستهدفة والتي تدعم المبادرة بـ 1 مليون درهم سنويا ميزان تسير يجسد مركز تصفية الدم بالعيون الذي يعمل على تقريب الخدمات الطبية لمرض القصور الكلوي وتوفير الرعاية اللازمة لهم فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى دعم الولوج إلى الخدمات الأساسية لاسيما الرعاية الصحية للفئات في وضعيتها شاشة